هذا تعليم المسيح محبت الأعداء طب هل هو مارس تصوروا مرة يسوع كان داخل قرية السامريين رفضوا أني دخلوا يسوع يحنوا يعقوب أبناء زبدي غضب وغضب شرس وقالوا يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء وتحرق هؤلاء الكفرة الزنادق الأشرار هؤلاء السامريين قالوا نستنوا شوي لستما تعلمان من أي روح أنتما هذه ليست روح المسيح ولا سلوك المسيح ولا حياة المسيح ولا توجه المسيح هذا ليس المسيح الذي ينتقم من الأعداء ويسكن الدماء علم عن الفرح لكي يكمل فرحكم علم عن السلام قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس بينقض معاهدات ليس مصالحة مؤقتة بيتكلم عن سلام داخل عميق بتصير تحب كل الناس بتصير أنت رسالة سلام علم عن المحب غفر لصالبيه على الصليب قال يا أبتاه صلى للآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وبعدين بنشوفه مثال لما الشرير اللص القاتل على الصليب اللي ابتدأ بالأول يعير يسوع المسيح اكتشف أن هذا الشخص كامل بلا خطيئة قال له اذكرني يا رب متجئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم تكون معي في الفرداوس غفر له خطيئة أعطاه خلاص أكيد وعطاه الحياة الأبدي وفي نفس اليوم كان مع الرب يسوع بالفرداوس اشتركوا في القناة